المريض مهم تكون طائفته مهم تكون طبقاته مهم تكون أجناء اسمه واحد لكن ليش يشوف أطباء يميزون بين طبيب وآخر بالأسعار شون السبب هذا؟ تحية للجيش الأبيض الذي هو يقاتل ليلا ونهارا ضد الأمراض المختلفة وهذه المهنة الرائعة التي يقتل للطبيب نفسه حتى يدرس حتى يصير طبيب حتى يخدم المريض هذا الجيش اللي سمينا الأبيض لأنه يجب أن يبقى أبيضا فإذا حصلت هناك نقطة سوداء اتخربط الفيلم كله وريدها أطيب مثل هذه ورقة بيضاء نقطة واحدة أو نقطتين أو ثلاثة تخلي الورقة صعب واحد يستعملها مو مانا شكرا تبين أما إذا صار عندنا نقاط متفرقة حتى ما تقدر تنظفها بعد هذا كمثال بسيط مهنة الطب هلها بشر أطباء هم بشر إلهم رغبات وإلهم كذا ولكن هناك ضوابط مو بس القسم إذا لم تكن هناك نظام صحي متكامل ومنها جزء رقابي يعرف وين يراقب وش وقت يراقب وش وقت يحاسب وشون يحاسب ومن يحاسب يكون هاي النقطة السوداء يطلعها قبل أن تتكرر وتنتشر هذه المشكلة اللي تكررت عندنا بسبب جزء من الثرابات في الوضع العراقي وليس بالأحد الجديد صالها فترة بس تراكمت أكثر فأصبحت هاي النقاط السوداء اللي هي مو شفنا نسمتها ترى كلاش قليلة من ناحية المساحة زادت لكن زادت زادت بس خربطت الفيلم كله أصبحت الورقة السمعة سيئة أنت تفضلت له المريض يطلع خمسين ألف خل يطلع خمسين ألف كون ياخد علاج مضبوط من ياخد أدوية خل يصرف عليهمية بس خل تكون مضبوطة ولا تتكرر هذه نقطة مهمة ولهذا المريض العراقي أحيانا يبيع بيته إذا ما يقدر ياخد منفذ إلى الخارج عن طريق الوزارة والروح يتعالج وللأسف هذا اللي عنده بيت يقدر يبيع بيته هذا اللي يقدر يبيع بيته هذا الشيء شنو وضعه وشنو علاجه أنا ما جاء أفهم حقيقة هاي النقاط السوداء أعتقد أن نطيتها بطريقة خلنا نقول بسيطة لكن هي انتشرت في أغلب محافظات العراق يعني مثلا أنا ما فهم الكشفية تصل 75 ألف وكو دكتور بسيط تلقى كشفية 25 ألف الناس هم إلها الظاهر يقول لك أنا روح لهذا الطبيب ازدحام عليه وكشفته غالية ويقول لك لا هذا مضبوط وما دام غالي إذن أروح لشوف هذه الحالة معي